أين فخامة رئيس الجمهورية السادة والسيدات التالية أسماؤهم بعد انتظار استمر لساعات جاء إعلان الحكومة الموريتانية ليظهر دخول تسعة وزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة التي تأتي بعد انتخابات نيابية وبلدية دخلت بموجبها أحزاب جديدة للمشهد السياسي بقوة فيما عجزت أحزاب عريقة عن دخول البرلمان الأمين العام لرئاسة الجمهورية ملايو المحمد رقضب خلال إعلان الحكومة الجديدة مراعاة للعرف الديمقراطي القائم قدمت الحكومة استقالتها على أثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تشكلت بموجبها جمعية وطنية جديدة وقد قرر فخامة رئيس الجمهورية إعادة الثقة بالسيد محمد البلاد مسعود وزيرا أول وكلفه بتشكيل حكومة جديدة تطلع بمهمة صون وتدعم ما تحقق إنجازه في مختلف المجالات إعلان الحكومة المريتانية كشف عن خروج ثمانية وزراء من التشكيلة الجديدة واحتفاظ ثمانية آخرين بنفس الحقائب التي شغلوها في الحكومة السابقة وفي التعديل الحكومي الجديد تبادل عدد من الوزراء الحقائب ورغم كل هذه التغييرات تتباين وجهات نظر المريتانيين حول هذا التعديل راجعنا عن هذه الحكومة الجديدة عنها تعود لقدر التحدي وعنها تعود لتعالج المشاكل الكبرى التي تواجه مريتان كمشكلة الهجرة هجرة الشباب المريتاني التي نزيفها متواصل وهذه المشاكل الأمنية وتتأكد مبدأ الوحدة الوطنية حكومة الوزير الأول محمد البلال هي رابع حكومة منذ وصول الرئيس محمد والشيخ الغزواني إلى السلطة حيث اختار أول حكومة برئاسة الوزير الأول السابق إسماعيل البدو الشيخ صدية قبل أن يشكل حكومة جديدة برئاسة البلال الذي ترأس ثلاث حكومات منذ تعيينه الشيخ المحمد حرمة صحفي مريتاني هذه الحكومة هي ثالث حكومة يختارها الوزير الأول محمد البلال وطبعا هي رابع حكومة أولى الغزواني هم مريتوا الأولى وهذا طبعا يعكس الحجم التحديات اللي ماربئها والغزواني خلال هذه السنوات الأربعة تقريبا من الحكم ما فيها امتدعيات كورونا امتدعيات الحرب الأوكرانية كل هذه الأمور التي دفعت إلى هذا الحجم أو هذا المستوى من التعديلات الحكومية ثم أن هذه الحكومة تأتي في سياق انتخابي ماذا سبقتها انتخابات تشريعية كانت مهمة وهي أيضا حكومة تحت الانتخابات الرئاسية الحكومة الجديدة ينتظر المريتانيون منها تنفيذ مشارعة الموية تتعلق بخفض الأسعار وتحسين الظروف المعيشية كما ينتظر أن تباشر هذه الحكومة الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة الشيخان والسيدي مدينة نواكشوطة الشيخان والسيدي مدينة نواكشوطة